أنتقل معك رؤى ومع المشاهدين لأبرز الأخبار المتداولة والبداية مع مقطع منتشر أثار تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو لفتاة تشرح طريقة تقدير الموظف الموظف بشكل صحيح خلونا نتابع كلمة شكراً يعطيك العافية ما قصرت شغل حلو هذه من الذوق وليست من التقدير لما أنا أقول لك قدر موظفك ممعناتها سوي لك إذا وقل لك يعطيك العافية وخلاص انتهينا التقدير يعني لا تجحد لما الموظف يشتغلك شغل مرة كويس يسوي مهام ماهي من مهام ما لا تجحد لما يصير للموظف دروب بسبب ظروف نفسية ضغط أي أن كان لا تجحد وتقول أنت هذا أدائك أصلاً في الدروب هذا أنا أقيمك عليه وأجحد كل اللي أنت سويته خلال السنة هذه هذا غير اللو برضو يعني مفترض أنه أصلاً التقدير في المركز الأول يكون تقدير مالي لما الموظف يكرف لك يشتغلك عطاه أنت ما عندك بالسيستم نظام بونس اخترع الموظف هذا ترى بيروح من عندك الموظف هذا إذا ما شاف تقدير تقدير مو بشكر مو بيعطيك العافية ونعطيك شكولاتة نشتري لك قهوة أنا أشتري لنفسي قهوة بس شومي وروني وروني وين التقدير بالموضوع عشان أنا أجلس عشان أنا أدائي يستمر على ما هو عليه طول السنة هذه ويستمر أصلاً إلى سنة قداب تحدثت عن عظيم وشكلة يمكن يواجهها كثير من الناس اللي تعمل في الوظائف التقليدية خلينا نقول وحتى غير التقليدية بس أنا أتفق معها في نقطة مرة مهمة بتقديرني أعطني فلوس خلي قهوةك لك وخلي شهادتك لك وخلي كلمة شكراً لك حتى في تسامة ما وغاك تبتسن في وجه أنا ما بيها عطني فلوس أشتغل زيادة ساعة عطني فلوس عطني قيمة هالساعة أشتغل يوم عطني فلوس أسوي مهمة زميلي عطني فلوس تبغاني أطلع أسوي شيء عطني فلوس أنا ما الشغال عشان أسبب ذاتي وبس ولا عشان أرضيك وأنت تترقى في مهامك عطني فلوس غلطانة؟ لا شوفي ما أنت غلطانة بس خلينا أخذها بالتدريج لأكثر شيء كل إنسان ليه احتياجات وليه رؤية معينة في فترة زمنية معينة يعني في البداية أنا كموظف أحب أنه ينقلي شكرا أنا أحب الأدبيات ثاني شيء قدر مجهودي استثمر فيني أزرع ولائي في هذه الشركة أني أنا أكون أخذ حقي هذه من الأساسيات تمام؟ بس أنت قدر تعبي وجهدي واجتهادي وأني أنا قمت بشيء مو مطلوب مني مو المفروض ردك يكون والله ما حد طلب منك أنك تبادر أو ما حد طلب منك أنك تسوي أنا سويت حباً للمكان فنا أتخلي هالمكان يعني مكان غير مرغوب بالنسبة لي القهوة شيء أساسي أنا من الناس اللي في صراحة يعني دائماً بيجيبوني قهوة وأنا راضية أنا احتياجاتي قهوة قهوة وبعدين الفلوس مو فلوس بعدين قهوة أنا أشوفها كذا خليكي وقعي قوليلي خليكي منطقية عطوني الفلوس وأنا بجيب لعمري قهوة ياخي ما بقهوة بشيء بعصير أنا حرة تجيب لي قهوة وأنا ما بقهوة ماها يعني شوية لبناء أنا أشوفها من ناحية ثانية يعني ما هي بهذه الطريقة أنا كرؤة أشوف أنه أنا أحب هذا المكان أنا أعطيه من قلب وبعطيه من رب لكن في المقابل قدرني خليني أحس بمكاني خليني أحس بكلمتي خليني أحس أنه أنا رأيي مثلاً لي أثر طالما أنه أنا قاعدة بجتهد وبعطيك من مجهودي ومن تفكير ولا أنا ممكن أجل أسوي اللي علي وأمشي بأخذك موقف أعطيني تعالي يا حتى طويصي الأمر أنت الآن كلامك هذا جميل جداً في السنة الأولى طيب هكون عندي طولة بال على جهاز يا سلام مديري عيني عيني يه أنت أطلب وأنا بثبت نفسي بس خلاص اشتغلت معاك وعطيتك عيوني مرة وعطيتك راسي مرة وعطيتك يدي وعطيتك رجل عطيتك كل شي خلاص طيب لا تعطي شوفي أنا فكرة برافو جيد جاب حلو شغلك جميل ما بيها طيب اشتبه أبغل أنا تعالي أن تفهم أنا إش الشغل اللي سويته اشتغلت يوم زيادة عطني أوفر تايم تحقك سويت لك تقرير ما كان مطلوب من زميلي وأنا عملته تحفظ حقي الأدبي وتقول أني أنا اللي سويت هذا التقرير وتشكرني قدام الفريق كامل وتقول لبنى اللي عملت هذا التقرير مثلا طلبت مني مهمة ما كانت من شغلي وتطلبت وقت زيادة وتطلبت جهد زيادة وتطلبت إشراف على فريق تعطيني علاوة وتعطيني بونس وتكرمني لأني على فكرة أنا إكرام الموظف للجهة هو العمل وإكرام الجهة للموظف هو المال إحنا ما نشغلين عندها عشان الشركة تنمو اقتصادياً وإحنا ننام في البيت نستنى ديوننا تتسدد صحيح إحنا أنا بشتغل معاك عشان أخذ منك فلوس هي كده العلاقة التعاقدية أبغى منك فلسية أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء بتتسأليه كم تعطوني بنسأل أول شيء عن الراتب صح ولا لا بعدين بنسأل عندكم برامج تدريبية وتطوير موظف ولا لا عندكم نظام حفظ الحقوق ولا لا إذا عندك كل هذا معناته أنا لما تعالي لو إنك كل لو القهوة مهمة كثوانا بعمل الانتربيو إيش نوع القهوة اللي بتقدموها للموظفين لما بيعملوا شغل فوق شغلهم لأ إحنا بوقت الانتربيو بنقول يا جماعة كم هتعطيني إيش البدلات اللي عندك نظام المكفآت إيش اللي عندك عشان أدخل عندك أو ما أدخل عندك ثم بسأل عن برامج التطوير لأن في ناس كثير ما بتستنى الشركة تطورها هي بتطور حالها ما على الإخلاف لكن الشركة هذه ما رح تكون شيء من غير الموظف ولهذا السبب كنت بقول استثمر في موظفك ولا تقسرها هلو أنا معاكي معناته إحنا متفقين إي أنا متفقة معاكي بس أنا مثلا بالنسبة لي هل المادة أولوية في نظام المكافآت أنا شخصيا أشوفها لا مو المادة أولى لها أولوية تمام أنا معا إي وصح إحنا نجيب الموظف نستثمر فيه ولا تخليني مثلا أفكر أني استقلوا روح لمكان أفضل بس أنا إيش طرق المكافآت اللي يتناسبني أنا يناسبني إجازة أنا أحب أني أروق على سبيل المثال طيب أو أنه مثلا في الأيام اللي مثلا فيها شغل ومش عارف إيش لا تجبرني نأخذها إجازة الدينية مثلا مادة لازم تعرف احتياج الموظف خيرني تبغاها بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة في ناس أنا من الناس اللي أقول وقت عمل معي وفقني أنا إنسان أنا مني مكنة أنا أحب أرتاح عرفت فخيري أنا خيرك الحين لبنى أنا لو مثلا شغلتك يوم زيادة هل تبغيها كاش زيادة ولا تبغيها مثلا إجازة يوم راحة كاش لا تريحني عطني كاش أنا يعنيني الكاش أكثر ما تريحني أنا أحب أشتغل طول الوقت عطني كاش ما هي في ناس ما بتخيرك يا روح يجي يقول لك أنت دوامت لي طب إمكانيات الشركة دوامت لي يوم الجمعة لا تجي يوم الأحد طب إمكانيات الشركة أنا ما عندي شي بجي يوم الأحد بس لا نظام العمل النظام القانوني في نظام العمل إذ تشغلتني زيادة القانون أصلا النظام تحاسبني فلوس كرما مني كرما مني أني أجي أقول لك شوف أنا ما أبغى فلوس أو أوافق على اقتراحك أنا ما أبغى فلوس أنا عطني إجازة هذا بيكون كرما من الموظف أنه قال لك بدل هذا هذا لكن أنا يومي مثلا أو أنا أداومي والأحد بجي يوم الأحد كامل وتدفع لي يوم الجمعة اللي خليتني أداومه تدفع لي يا ما تقولي بعطيك يا إجازة عندك معلومة فضلي معلومة هدي بس لقدمت أنت تعرف إنه ساعة الهوى تنحسب ساعة ونص ساعة الهوى؟ يعني مثلا إحنا عندنا ساعتين هوى صح؟ إحنا فعليا مفروض يكون الأجر على ثلاث ساعات طيب أوكي هذا النظام نفس قانون مكتب العمل لما تداوى لما الموظف لا لا صدق هم يحسبون أنه بجيب علومات بين كيسي يا جماعة المذيع على الهوى تنحسب له الساعة بساعة ونص هو الموظف العادي في الشركة لما يداوم في ويكند تحسب له الساعة بساعة ونص شفت هذا في مقانون مكتب العمل إنت مدام مثلا في الأيام العملي العادية إذا مثلا دوام يخلص خمسة وخلي تجلس إلى ستة أو سبعة تحسب هنا بنفس القيمة ساعة ساعة بس إذا في الويكند في أيام الإجازات الرسمية له تحسب بساعة ونص